وعندنا السجن المؤبد للجزائري طاعنا شخص في قلبه بسبب 30 يورو يعني قضيتين السجن المؤبد للأردني نعم هو السجن المؤبد للأردني والجزائري هذا الخبر اللي حمنا نتناولون يعني الجزائري مع الأسف هو من بيئة المخدرات بسبب 30 يورو بسبب 30 يورو طلعوا وضربوا لشخص مجهوب ما حددوا جنسيته بصراحة وقام يعني في غالب جزائري برضو زيه بتجرف المخدرات لا لا ليس جزائري مع الأسف يعني حدث مؤسف للغاية خوتنا الجزائريين المحترمين والجالية الموقرة أن يكون فيها هيك أشخاص بصراحة ويشوهوا سمعتهم بهاي الطريقة مع الأسف أنه هن يكونوا ضمن بيئة المخدرات بهالطريقة هاي يعني شيء مؤسف للغاية الحدث الآخر واللي هو فعليا اليوم والحكم الجديد يعني ما صلوا ساعتين هذا خارج سجن المؤبد للأردني حاول قتل شرطي يعني مع الأسف الشديد مع الأسف شيء مؤسف عاوز ينتحر بس بيد حدي تاني عاوز ينتحر فراح بده يطعن شرطي يعني مع الأسف الشديد يعني دائما دائما يا سيد الكريم اللي عنده مشكلة يروح عن طبيب نفسي وين الخلل في الموضوع وين المشكلة ليست مصيبة ليست تهمة ليست كارثة أنا مريض نفسي أنا عندي مشكلة بروح عن طبيب نفسي يعطيني دواء مهدئ يعطيني بعض الأمور بحاول يحكي معي بعض الشيء بعطيني بعض العلاجات لحتى اتجاوز المشكلة أي مشكلة لها حل إلها حل أما روح تقتل أو تحاول تأجرم أو تحاول تنهي حياتك يعني ليس حل أبدا فبالتالي يا سادة الهدوء التعقل البحث عن حلول البحث عن أصدقاء حقيقيين حتى ليساعدوك بالتشاور أيكون في عائلة متينة ما تخليك أنك تروح لهيك تصرف كلنا أي واحد مننا أي واحد مننا معرض لكارثة لمصيبة لنقلة مفاجئة لكارثة يا سيد الكريم لك اليوم في أحد الأخبار واحد يعني تاجر نمساوي بالنبس السفلة بقول لك خسر ملايين عم يتمشى بين معمله وعن بيشوف أنه كل شيء انتهى يعني شيء مأسسه على ما يبدو يعني على مدار سنوات ويمكن يكون من أجداد بالضبط عائلية وانتهت بيقول لك طيب أوكي الحياة ما بتنتهي الحياة ما بتنتهي كل شيء ممكن يصير مدام الصحة موجودة مدام الأمن موجود طيب خلص وعندك وهذا الأردني عنده حق اللجوء وعنده عائلة يعني اهدى مهما كانت المشكلة يعني عنده زوجة وفعالية يعني عم بقول عنده عنده عقم بسبب العقم عرف أنه عنده عقم فراح بدي يعمل هيك يعني لاستأول شخص لاستأول شخص هو ينتحر بنفسه فعايز حد ينفذ له بغض النظر بغض النظر عن العمل الأحمق والإفضام على العمل الأحمق اللي قام فيه يعني بقصد أنا بيهدو كل شيء له حل كل شيء له حل دور على ميأة حاضنة دور على مجتمع دور على مجموعة من الأصدقاء يساعدوك لحتى تخرج لأنت فيه بس ترجمة نانسي قنقر